السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد كنتمنى تكونوا باخروا على خير اليوم سنشارك معكم كيك يومي بحجم عائلي كما كتشوفوا معي بوحص الشوكولة بدون شوكولة وكتجي خطيرة في المطاق كتجي كريمية كنتمنى فعلا تجربوها وكنتمنى تبردجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديلكم كما كتشوفوا معي نادين ولكم القاوم ديلا كتجي اكتر من رائعة وخصوصا لعشق القهوة كتجي منك هذين القهوة كتجي الديدة بزاف شوفوا معي الشكل ديلا انا عادي نوريكم القاوم ديلا من داخل كتجي خفيفة وشيشة اهم حاجة انكم تتبع معي لما راح يلمل اول تل الاخير باش نجاح معكم الوصفة شوفوا معي كيفاش عاملة متنسوش تبردجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديلكم ودائما اللي اول مرة كيشاهد القناة متنسوش تشاركو في القناة فعلوا جرس باش توصدو كل جديد من دوزو دبل المقادير وطريقة تحضر بسم الله على بركة الله غدي نضعوه في حلقنا الجوج ديال الحبات من البيض لكل حجم دياله متوسط سواء كانوا عندكم في تلاجة او خارج تلاجة الوصفة ناجحة وهنا غدي نضيفو كاس الا ربع ديال السكر سنيدة صفي غدي نخلطو هاد المكونات غايب تطرر باليدوي ماشي ضروري ان غدي نخلطو بالطرر بالكهربائي غايب تطرر باليدوي والوصفة نهاشحة ميافهم يول كيكا جيخفي فوه الشيشة أهم حاجة انكم تخدمو بيطات مع السكر مزيان حتي يدو بالسكر فقط كيما كتلاحظوا معي هنايا ودبا غدي نضيفو زيت نباتية نصف كاس ديال الزيت نباتية ما يعادل 100 ملي دائما المقادير غدي تجبروهم في صندوق الوصف صندوق الوصف كتضغطو للعنوان كيطلع لكم المقادير وكيطلع لكم حتى شي رابط اذا قلتكم انا غدي نخلكم رابط صندوق الوصف يعني صندوق الوصف يكون فيه اي حاجة مثلا اذكرتها في الفيديو غدي تجبروها في صندوق الوصف انضيفوا القاس للماء مع القاس كان صغيرا من القهوة سريعة دوابن لي beige كذلك اذا تنبغي الشرك المزيان ينخلو الوصف كيوز مئة جرام ونضيف كدلك كأس تاني مئة جرام يعني مجموعة مئةين جرام معلقة كبيرة الكاكاو او تعملوا السشي ديال سبعة جرام بالنسبة للخميرة غدي نضيفوا جوج ديال الخميرة تمنى فئة ثمانية مئة جرام يعني استاشر جرام انا عندي هدي فيها عشرين غدي نضيف جوج معلق صغارين المهم انا عرف القياس اللي ما كترا شي القياس تعمل جوج معلق صغارين سوف نخلط المكونات ونشوفوا الكمية للدقيق اللي ضيفنا وش كافية او لا غدي نزيدو بالنسبة لهذا الكيك هذا الخليط ديالو كيكون شوية خفيف على الكيك العادي انتم ما دي تشوفوا معايا هنا ضيفت اربع كاس الثاني الثالث يعني ضيفت جوج كؤوس وضيفت اربع كاس شوفوا الخليط كيف اش عامل خفيف شوية للكيك العادي صدقوني هذه الكيكة كجيل ديدة بزاف وسهلا بالنسبة للمول انا استعملت هذا الدائري القطر ديالو ستا وعشرين سنتين دهنتوا بشوية ديال الزيت مع رشيشة ديال الدقيق اللي عند الزبدة دهنوا بالزبدة بلا ما تعمل الطحن سفي غدي نفرغ الخليط مباشرة في السيني اللي غدي تعملوا ممكن تعملوا لمول مربع او مستطيل كيوقع لكم الاختيار ماشي ضروري عندكم تستعملوا هذا وهنا مباشرة غدي ندخل الفران اللي غدي يكون عندي مسخن واحدة 180 درجة يعني الكيك العادي 180 درجة اهم حاجة هي من اللي تدخلوا الفران الكيكة غدي اطفوع ليها الفوق هتخلوا غير من اسفل فقط بالنسبة الوقت من 15 و 20 دقيقة جوج دقيقة الاخرانية كيشعل عليها من الفوق باش كتتحمر يعني الكيك يطبع لها العافية من تحت فقط باش ما كيعملش يدك تشقق من الفوقي ضروري انكم تطفوعوا العافية الفوقانية بالنسبة الكريمة عندي جوج كيسا ديال الحليب ممكن تضعفوا المقادير وعندي جوج معلقة ديال الطحين الدقيق الابيض الفرس وعندي معلقة كبيرة ديال الكاكاو سبعة جرام ديال الكاكاو معلقة الصغيرة ديال الزبدة ومن بعد غدي نضيف السكر بالنسبة للطحين ممكن تعاوضوا بميزينة ولكن الدقيق الابيض كيعطيها واحد القاوم كريمي كتر من الميزينة وصفة اقتصادية المكونات نتوجده في كل بيت بدون شوكولة وبالنسبة للسكر غدي نضيفه تسد معالاق بالنسبة للسكر كيجي القاوم دياله هو هدك ما كديشي حلوة ما كديشي مستوسة هنا اهم حاجة كتخلطوا كل شي للبارد عاد كنوضعوا فوق النار مع التحرك المستمر حتى كيعقد اهم حاجة في الول حركوا على البارد بالنسبة للكيكا كيما كتشوفو ديالي عشرين دقيقة كيما اخدتكم تجوش دقيقة الاخرانية عاد شعلت للفوق وخليت الاسفل خليته باش كتتتحمر باش كتتطيب من الفوقي صافي هنا كيما كتشوفو بعد ما كنخرجها كنحاول انا ننتقبوها باش ما كان عندكم وتخليوها تبرد اهم حاجة تخليوها تبرد شوية عاد تفرغوا فوق من الكريمة انا كنجبتها من قبل 11 دقايق عاد كيما كتشوفو معي عاد تقبتها و عاد غاد ينفرغ فوق من الخالط كيما كتلاحظو معي كيجي شوية سائل مخصوش يجي عاقد بزفن باش كتشرب هذيك الكريمة في الكيك صافي كيما كتشوفو ورا الوصفة سهلة وسريعة ممكن توجدوها في اخر ساعة حاولو انكم تساوي الوجه دياله تكون سريعين شوية لان الكريمة ضغية كتعقد ضغية ضغية حاولو انكم تقدلوا الوجه دياله وبتنسبة لتزين كيبقى اختياري زينوها باش ما كان عندكم توفر في البيت ديالكم انا خليتها شوية بردعة زينتها بشوية ديال القرقاع او الجوز المهم تملكا عندكم توفر ممكن تحكو عليها شوية ديال الشوكولة ممكن تخليوها كيف ما هي ماشي ضروري انكم تزينوها واهم حاجة قبل ما بعد ما تناولوها ستكون برد تماما لان ضروري لان ضروري كيبقى تبرد كي مشتون الكريمة بدتك تعقد سوف يزينتها بسيط شوية ديال القرقاع مهرمش حمرته شوية في البانيني شوية ماشي بزف باش كي يعطينا ديالك تتقرميشة شوفوا معي الشكل دياله كنتمنى فعلا انكم تجربوها تبرتجوا مع الاصدقاء او الاحباب ديالكم لان الوصفة ساهلة و بسيطة و ضغية توجد انا غادي نوريكم الشكل دياله من داخل و ناكد عليكم ضروري تخليوها تبرد غير في المطبخ ماشي ضروري انكم تعملوها في كلاجة و خلجة و سخون خليوها غير في المطبخ صافي كيما كتشوفوا معي انا غادي نوريكم الشكل دياله من داخل هدا و الشكل دياله انتم اذا بغيتوها تجيكم عالية غادي تعملو المول الصغير تعملو فيه 22 سنتين بالنسبة لي لي انا القياس هو هدك ما بغيتش تجي عالية بزف شوفوا القاوم بيلا من داخل تجي رائعة هنا غادي نكون وصلنا اخر الفيديو الى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة